السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لبيات السيارات الدهانات المائي والدهان التنر ما الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين حاجات كثيرة جدا طبعا يعني البياء المائي يعني هل في منها عشان في ناس كلمتنا عن البياء المائي الورنش بتاعها مختلف او حاجة هل هو هو ورنش مائي وكلام من ده بيكون زي ماء للماء يعني كريم شوية او حاجة مفيش الكلام ده بصراحة البوية المائي والبوية الطنر الفرق بينهم في البوية نفسها انما الورنيش والفيلر والمعجون دي المنتجات اللي اشتغلنا بيها بصراحة عشان خطر بس ما يجيش حد يجيب لنا ورنيش ماء او حاجة ممكن مع الوقت او حاجة يحصل تطور الفيديو دوا يكون قديم او حاجة ولكن لغاية وقتنا هذا البوية المائي والبوية الطنر اللي اتنين واحد الدهان المائي السيستم المائي والسيستم التنر اللي اتنين واحد الفرق بينهم في البيس كوت اللي هو طبقة اللون انما احنا معانا صاغ يعني احنا عارفين الدهانة العربية صاغ الصاغ ده في الاصل بياخد ايه بياخد حاجة اسمها ابوكسي برايمر مثلا او وش برايمر هل الابوكسي ده مائي لا الابوكسي ده مش مائي الابوكسي ده سولفنت مزيب تنر يعني الاساس بتاع تنر بعد كده بنبدأ نعمل ايه معجون بوليستر المعجون ده بيتخف بمية مائزة معجون الحوائط لغاية وقتنا هذا الحاجات ديت لا مزيب برضك بوليستر يعني مالوش دعوة بالمية اصلا بعد كده بنرش الفلر الاساس هل الفلر الاساس ده بيتخف بمية مائي لا هو نفس الفلر كل حاجة طب بعد الفلر بنرش اللون اللي هو البيس كوت تنر بيس كوت تنر احيانا بقى مش بنرش بنرش بويا بنخفها بتنر ممكن انرش بويا بنخفها بتنر تمام كده هم وبنتاهر قبل ما نرش اللون بمطاهر سولفينت يعني في مطاهر تنر سولفينت مزيب وفي مطاهر مائي الاختلاف هنا بقى يعني قادي احنا الغاد هنا كده حاجة مفيش مية هنا ما في اساسي من الماء مش تابعنا هنرش بويا تنر اه بنرش بويا تنر وانطاهر بمطاهر تنر قبل ما نرش العربية نرش بويا تنر وبعد كده نرش الورنيش كل ده بتنر انما ايه اللي ممكن يتغير بقى هنا من اول هنا هو نشيل دول كده اه انا عند الفيلر بتاعي جهاز على الرش سنفرت الفيلر هنتاهر بنطاهر بمطاهر ايه مطاهر تنر ممكن اه اما الهيه لها مطاهر خاص بيه اه في مطاهر مائي خاص بيه مطاهر كده هو زال مية فعلا مطاهر مائي بنطاهر به مطاهر مية كده وبعد كده بعدها بنطاهر بمطاهر المائي ده بنبدأ نرش بقى اللون المائي باسكوت يعني لون مية الوان بتخف بمية اللي هي صدوك تلبيئة بقى عادي البواء المية خيار راس شرق هي مزيت انها بواء بتغطي وكان الاول يعني زمان الكلام ده كان من حوالي كده ممكن نقول بتاع 12 سنة اشتغلنا بسيستيم بدون ذاكرة اسامي طبعا السيستيم ده كانت البواء المية بتاعته بتترش كالقاتي ويش 40 في المية وبعد كده ويش 100 في المية وبعد كده ويش 60 في المية او العكس يعني اللي فتكر تقريبا ده اللي كان 60 في المية وده 100 في المية وده 40 في المية ويش العافرة بس كده ستارت خلاص بعد كده عملوا بواء مية بقى نفس الشرق عادي بس بتترش ازاي هو ويش واحد بترش ويش رص 100 في المية وعليه ويش عافرة كده من بعيد بس كده ترصت خلاص ونهوى عليها بقى ليها جهاز كده مسدس كده بيتهوى بالجنب كده خلاص على كده فاصبح هنا البواء اللي تخفوا بمية بقى ده عبارة عن ايه بسكوت مية مائي تب والورنيش نفس الورنيش بتاع ده بيتخف بمطيلر ومصلب وكل حاجة يعني التغيير كله فين في طبقة البيزكوت طبقة اللون والمطاهر اللي بنطاهر بي بس هل في حاجات مية لأ كل ده كده نفس السيستم بتاعنا اللي هو اللي بقيت الخف بترنا معروفة التغيير كله في الطبقة دي ده الغية دوقتنا هذي يعني احنا بنتكلم ممكن الفيديو ينزل ممكن تاني يوم ان شاء الله تلقى شركة نزلت لك سيستم عملت لك ورنيش مائي ومتعرفش الكامية ممكن ترقى الغية فين ولكن اللي شغالين به وعارفينه وتمامه كل حاجة هي النظام ده ما بقاش موجود بقيت بوية مية بتترش وش واحد وتتعفر بتسطر بتسبغ بسهولة جدا يعني وبعد كده بنبدأ اللي احنا نرش الكيلير كوتل هو واخد تنور واخد مصلب بس كده اي دي الفكرة كلها رجالة اللي اشتغل بقى باي سيستم ليه علاقة بالموضوع ده او اي حاجة جديدة يريدت يسابها لنا في التعليقات بس كده ربكم في رسالة مفيد تم سنشفرها حلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته